بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة مع نائب رئيس التنفيذي لشركة كاتر بيلر انك العالمية توماس بيلت فرصة زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز أشار الملة إلى أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة شرق المتوسط وما تسقر به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مضلة منتدى غاز شرق المتوسط من جانبه أكد بيلت أن قطاع البترول والغاز المصري شريك موثوق تتطلع الشركة لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها في مصر